ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي والتي تعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر حرصا على دعم العمل العربي المشترك وتطوير التعاون في المجالات العمالية وتعزيز أفاق الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج فضلا عن الاطلاع على التجارب العمالية الناجحة في الدول الأعضاء خاصة في هذه الظروف التي تتطلب الاستفادة المتبادلة من المبادرات والبرامج الناجحة وبالذات ما يتعلق منها بتلافي أسواق العمل العربية لأثار السلبية لجائحة كورونا هذا وترأس وزير العمل الاجتماع التنسيقي السابع والخمسين لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر حيث تم خلاله مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمسائل المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي وأكد الوزير أن اهتمام وزراء العمل بدول المجلس حاليا ينصب حول استمرار التعاون المشترك لاستثمار الفرص والاستفادة من كافة التجارب الناجحة التي قامت بها الدول الأعضاء لحماية القوى العاملة في ظل جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر